اكدت سعادة الاستاذة هالا الانصارية للمجلس الاعلى للمرأة بان برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية يأتي في سياق الرؤية السباقة والجهود المتأصلة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وكان لجهود سموه في هذا المجال تحديدا الاثر الكبير من حيث استحداث عدد من البرامج الاكاديمية والمبادرات التدريبية النوعية التي تهدف الى رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة معرفيا ومهنيا وادماجها في قطاع العمل وتطوير الاداء الحكومي بما يتسق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الفين وثلاثين جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع منتسبي الدفعة الرابعة من برنامج النائب الاول لتنمية الكوادر الوطنية في جلسة نقاشية عقدت بمقر المجلس الاعلى للمرأة كما شادت الانصار بمضمون البرنامج مضيفة بان من بين اهم ما يميز هذا البرنامج هو الحضور والمشاركة اللافتة للكوادر النسائية التي تسخر بها مؤسسات الدولة وهو ما يؤكد مجددا على حرص ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد لمشاركة المرأة البحرينية وايمانه بقدراتها على تحمل مسؤولياتها الوطنية على الوجه الاكمل وقدمت الانصار خلال الجلسة النقاشية شرحا موجزا حول دور واختصاصات المجلس الاعلى للمرأة منذ انشائه بامر ملكي في العام 2001 برئاسة كريمة من لدى صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة الذي باشر عمله منذ ذلك الحين كمرجع رسمي مختص في شؤون المرأة البحرينية وابداء الرأي والبت في الامور المرتبطة بمركز المرأة كما تحدثت تالمين العام عن ابرز ما تم انجازه على المستوى الوطني كمخرجات لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الادفة الى تعزيز قدرة المرأة على اداء دورها في الحياة العامة وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وقال تالمين العام ان المجلس الاعلى للمرأة وفي اطار اختصاصاته وتوجيهات رئيسته صاحبة السمو الملكي يتبنى اعلى معايير الاداء المؤسسي ويعمل على وضع الادوات والقياسات اللازمة لضمان حسن التنفيذ ومتابعة وتقييم الاداء على اسس علمية وبكل شفافية وعقب الجلسة اطلع الفريق الزائر على طبيعة عمل مركز دعم المرأة كما تعرف على الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز وما يزره من تقرير وتوصيات تسهم في اقتراح تعديل التشريعات او السياسات او القرارات ذات العلاقة بالاستقرار الاسري في مملكة البحرين